ست سنوات من الحرب الطاحنة التي تقودها ميليشيات الحوثي على كل شيء في البلاد فكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والموارد وستحتاج لسنوات طوال من التعافي إذا توقفت الحرب وصدقت روايات السلام الأمم المتحدة وفي تقرير جديد لها عده مركز فريدريك أس باردي للمستقبل الدولي بجامعة دينفير الأمريكية فقد قدرت خسائر سنوات الحرب حوالي 126 مليار دولار مما أسمته النمو الاقتصاد المحتمل وقدم التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تفاصيل كبيرة في حال استمرار الحرب حتى عام 2022 وما بعده واستند التقرير إلى فرضية أنه إذا ما استمرت الحرب حتى عام 2030 ستود بحياة نحو مليون وثلاثمائة ألف شخص وليس جميعها بسبب القتال ولكن بسبب الآثار الثانوية للأزمة على سبيل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وأضف التقرير أن 60% من الوفيات خلال الأزمة اليمنية نتجت عن تلك العوامل الثانوية المذكورة وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 75% بحلول عام 2030 إذا ما استمرت الحرب التقرير الدولي أكد أن اليمن يعد حالياً من بين أفقر البلدان في العالم ويمكنه إنهاء الفقر المدقع في غضون جيل واحد أي بحلول عام 2047 شريطة أن تتوقف الحرب المدمرة الآن وكما افترض التقرير أنه إذا ما تحقق السلام بحلول يناير 2022 سيساعد اليمن على القفز إلى وضع متوسط الدخل بحلول عام 2050 مع القضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه حالياً أكثر من 15 مليون ونصف المليون شخص وأضاف التقرير أن سوء التغذية يمكن أن ينخفض للنصف حلول عام 2025 وإمكانية أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً قيمته 450 مليار دولار بحلول عام 2050 في سيناريو سلام وتعاف متكامل يذكر أن هذا التقرير الدولي صلت الضوء على جوانب إنسانية أكثر في الأزمة اليمنية من خلال القطاعات التي تشمل المجتمع اليمني بأسره مع تقديم رؤى جديدة لأسوأ أزمة إنسانية وتنموية في العالم